مرضى النبي عليه الصلاة والسلام فذهب إليه أبو بكر ليزوره فلما رآه منطرحا على فراشه حزن عليه أبو بكر حزنا شديدا وعندما رجع إلى بيته وقع مريضا حزنا على النبي عليه الصلاة والسلام فلما شفي النبي عليه الصلاة والسلام علم بمرض أبو بكر فذهب لزيارته بل اطمنان عليه وعندما رآه أبو بكر تهلل وجهه ثم قام واقفا مرضى الحبيب فزرته فمرضت من أسفي عليه شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظر إليه قصة حب وصداقة وصحبة لن تتكرر بين النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق هناك من يكون حضوره في حياتك علامة فارقة وهناك من يكون علامة فارقة الصداقة الحقيقية ليست بطول السنين بل بصدق المواقف لا تصادق من لا ينهض بك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه المال يجلب لك أصدقاء المصلحة والجمال يجلب لك أصدقاء الشهوة والأخلاق تجلب لك أصدقاء العمر خير الأصدقاء من إذا ضحكت لك الدنيا لم يحسدك وإذا عبست لم يتركك تمهل في اختيار الصديق وزد تمهلا في تغييره رفاق القلب ما زلتم بوسط القلب أحبابا وأن غبتم وأن غبنا فإن الحب ما غابا تقبل الله تقبل الله